يخلق من الشبه 40 مسأل مصري معروف جدا منذ قديم الزمان وبالفعل هذا المسأل حقيقي جدا لان في ناس كتير جدا متشابهة مع بعض رغم انهم ما فيش بينهم اي سلة قرابة على الاطلاق ولكن نفس الملامح متطبقة واحنا معانا مجموعة كبيرة جدا من صور الفنانين اللي بالفعل شكل بعض جدا اول صورة معانا للفنان الراحل رشدي ابازة وشبيهه اللي بيتشابه معاه الى حد كبير جدا الاستاذ محمد مؤمن هو بيقول ان سعيد جدا بهذا الشبه وفخور جدا ان شبه الفنان الراحل رشدي ابازة والفنانة اللبنانية الجميلة هيفاء وهبي بتتشابه الى حد كبير مع هيفاء ماجيك المتحول الجنسي اللي تحول من رجل الى امرأة وهو يسمى نفسه هيفاء ماجيك ويعمل عمليات تجميل كتير جدا علشان يوصل لهذا الشكل وايضا شبيه الفنان احمد حلمي نفس الشكل ونفس الملامح وبيتشابه معاه بشكل كبير جدا كما ان الفنانة شيرين عبدالوهاب متشابهة بشكل كبير جدا مع الممثلة المكسيكية يلتيزا ابريسي والفنانة الجميلة ايتن عامر بتتشابه بشكل كبير جدا مع الممثلة الامريكية لورين وهي ايتن بتقول انا سعيدة جدا بهذا الشبه لان فعلا نفس الملامح ومش مصدقه ان في حد شبهي بالشكل ده والفنانة مونة زاكي بتتشابه بشكل كبير جدا في الملامح مع الممثلة ساندرابلوك وهي بالفعل نفس الملامح ونفس الشكل والفنانة مننا عرفة بتتشابه ملامحها بشكل كبير جدا مع الممثلة الأجنبية سلينا غومز كما أن الفنانة الجميلة ماريهان حسين صورة طبق الأصل من كيم كارديشيان وأيضا الفنانة الجميلة يسرى اللوزي ملامحة متطبقة جدا مع الفنانة برينسات نفس الملامح وأيضا الفنان جون ترافولتا هذا الشخص متشابه معاه تماما رغم أن هذه الصورة قديمة جدا جدا ومن عصر مختلف تماما وهذه الصورة بيرجع تاريخها لعام 1850 وأيضا الرئيس العراقي السابق صدام حسين هذا الشخص يشبهه إلى حد كبير جدا وأيضا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ملامحه متشابهة تماما مع هذا الشخص وهو مصور أندونيسي ويدعى إلهام أنس وهو كان قال أنه سعيد جدا بهذا الشبه لأنه فتح له مجالات عمل كتير جدا وأيضا الفنانة دونيا سمير غانم متشابهة بشكل كبير جدا مع اللعبة الإيطالية صارة جامة وصارة جامة مختلفة عن دونيا سمير غانم في لون البشرة وشكل الشعر وأيضا الفنان الراحل سمير غانم بيتشابه معاه في الشكل الفنان أيمن الشريف والفنان أيمن الشريف بيمسل مجموعة كبيرة من الفيديوهات القصيرة ودايما بينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وبتنال إعجاب الجمهور لأنه بيفعلا بيقلد الفنانة راحل سمير غانم جدا وبيتقمص شخصيته جدا لانه متقارب معه جدا في الشكل والفنان احمد حسنين منذ ظهوره وهو اثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي لان بالفعل نفس شبه الفنان الراحل عمر الشريف جدا ونفس نظر تعينه ونفس طريقته في الكلام وبالفعل هو نسخة طبق الاصل من الفنان الراحل عمر الشريف وبظهوره احدى السعادة بلغة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لان فكرهم بالفنان الفنان الراحل الجميل عمر الشريف وايضا الفنان الراحل الجميل اسماعيل ياسين بيشبهه في الشكل الى حد كبير جدا ممثل صاعد وهو يدعى عبد الرحمن ابو ليلى وظهر في مسلسل موسى في مشهد من المشاهد واثار دجة على مواقع التواصل الاجتماعي لان بالفعل كان بيقلده وفعلا هو نفس ملامحه جدا ونفس شكله جدا ويا سبحان الله اللي اتنين نسخة تبقى الاصل من بعض وايضا الاعلامية وفاء الكلاني شبهتها وهي باتريزا ريغة وهي خبير التجميل معروفة جدا في لبنان وهي فعلا نفس الملامح وصورة تبقى الاصل من الاعلامية وفاء الكلاني وشكلها مزهل جدا لان فعلا ملامحها متطبقة الى حد كبير جدا بينها وبين الاعلامية الكبيرة وفاء الكلاني والفنانة زينة بتتشبه بشكل كبير جدا مع الفنانة بن لوب كروز وهي بالفعل نفس الملامح وزينة صرحت كتير جدا وقالت أنا سعيدة جدا بهذا الشبه وفعلا شكلهم متطابق جدا لأنهم نفس لون البشرة ونفس لون الشعر ونظرة العين ووقت ظهور هذه الصورة أصارت ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي للشبه الكبير جدا بين صاحبة هذه الصورة وبين الفنانة نادية لطفي وظن البعض أنها ممكن تكون حفيدتها ولكن هذه الصورة تعرضت أزياء إيطالية وليس لها أي صلة قربة بالفنانة الرحلة نادية لطفي وأيضا وقت ظهور صورة شبيهة الفنانة الرحلة رجاء حسين أصارت ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لأن كانت لابسة لبس مكشوف والفنانة رجاء حسين كانت ملتزمة في اللبس وكانت شعرها أصفر وقالت أنا عمري ما هعمل في شعري كده وأنا عمري ما هلبس لبس بالشكل ده وكانت زهلت جدا أن الناس فكروا أن هذه هي الفنانة الرحلة رجاء حسين وطبعا الفنانة الراحلة رجاء حسين كانت فنانة ملتزمة جدا في لبسها وكانت عمرها ما لبست ملابس مكشوفة وايضا الشاب خالد بيتشابه بشكل كبير جدا مع الفنان الكوميدي الراحل ابراهيم سعفان الشبه بينهم كبير جدا ويكاد يكون هذا الشبه متطابق وايضا اللاعب الارجنتيني السابق بيتشابه بشكل كبير جدا مع الفنان الراحل الكبير محمود الجندي وبالفعل هم شبه بعض جدا والفنان الجميل مصطفى فاهمي بيشبه الى حد كبير جدا الاعلامي علي جابر وبالفعل هم شبه بعض جدا والاختلافات بسيطة جدا بينهم في الشكل وايضا الفنانة الجميلة نانسي عجرم شبهتها بتشبهها جدا نفس الشكل ونفس الملامح حتى بيتطابقوا في نفس الدحكة سبحان الله نفس الشكل متطابق جدا بينها وبين الفنانة نانسي عجرم والفنانة الجميلة أصالة بيشبهها إلى حد كبير جدا هذا الشاب وهو اعترف وقال أنا عملت عمليات كتيرة جدا بتقدر بألافات الدولارات علشان أتحول إلى أصالة وأبقى شكل الفنانة أصالة لإني بحب أصالة جدا وهو سعيد إن حول نفسه للفنانة أصالة وبيقول أنا سعيد جدا بهذا الشكل وأيضا شبيهة الفنانة إليسا شبهها بشكل كبير جدا إلى حد التطابق الاختلاف الوحيد بينهم هو لون الشعر وللوهلة الأولى ممكن الجمهور يعتقد إن هذه هي الفنانة إليسا لإن الشبه بينهم كبير جدا والفنانة الجميلة حورية فرغلي بتشبهها إلى حد كبير جدا إرى قصة إرى حلق الفنانة هاجر حمدي كانت بتقول أنا سعيدة جدا إن أنا شبه هذه الفنانة لإنها كانت فنانة جميلة وكانت أدوارها مميزة جدا وكانت بتأدي دورها بكل براعة وبكل جدارة وأيضا الفنان عاد الإمام بيشبهه إلى حد كبير جدا الفنان نصر حمد والفنان نصر حمد كان بيمثل أدوار كتير جدا وهو كان سعيد بهذا الشبه وكان بيقلد الفنان عاد الإمام في معظم أدواره وأيضا الفنانة نادين نجم الدين بتشبهها لحد كبير جدا فتاة مصرية بتدعى أسماء الشيخ وهي بتقول أنا سعيدة جدا بهذا الشبه ونشرت على صفحتها الشخصية وكانت سعيدة جدا إنها شبه هذه الفنانة والفنانة الجميلة هنقصروت بتشبهها إلى حد كبير جدا الفنانة سما المصري من وقت ظهورها ورواض مواقع التواصل الاجتماعي جماعهم كانوا بيجمعوا على إن الفنانة هنقصروت نفس ملامح الفنانة سما المصري ولكن طبعا الفنانة هنقصروت فنانة ملتزمة وفنانة جميلة جدا وبنسأل الهداية للفنانة سما المصري لأنها بتأدي أدوار جريئة جدا وبتلبس ملابس جريئة جدا وطبعا المشاهدين أكيد حاجة زي كده بتضيقهم جدا الفنانة الجميلة زبيدة سروت بتشبهها إلى حد كبير جدا فتاة من الشرقية واسمها فاطمة وهذه الفتاة انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أجمعوا على إنها نفس الشكل ونفس الملامح وإنها فعلا نسخة طبق الأصل من الفنانة الراحلة زبيدة سروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر